طيب حد دلوقتي يسألني هل الأهلي فقد بطولة الدولي؟ ردي عليه أن الفرص بقت صعبة لكن ما فقدش البطولة فرصه قائمة والمنافسة مستمرة بس أنت دخلت في الحسابات بشكل قوي قوي اللي عمله بصراحة مطش كويس مبارح الحق يتقال تمام؟ مصير البطولة ما بقاش في إيدك وإنت اللي عملت في نفسك كده بعد ما كان ممكن في مطش الزمالك نفرق وبالمطشاط المؤجلة وبالدفع المعنوية الكبيرة بعد مطش الزمالك تروح تفرق بثمان نقاط ضيعت الفرصة دي بعد كده لما كان بقى ممكن تفرق بخمس نقاط ضيعت الفرصة دي وبعدين لما بقى ممكن تفرق بين قطتين ضيعت الفرصة دي وبعدين لما كان بقى ممكن تفرق بالمواجهات المباشرة ضيعت الفرصة دي دلوقتي الزمالك بقى فارق عنك بتلت نقاط مبدئيا في حالة فوزك في المبارات المؤجلة فمصير البطولة في رجل في أقدم وإيد مين نادي الزمالك صح صح هتنتظر تعصر نادي الزمالك إذن المنافسة قائمة لكن مطلوب إيه إن إحنا نعمل كل اللي علينا ونحاول بإذن الله بقدر المستطاع يا رجال نكسب المطرات اللي جاية بإذن الله وإنت الأهلي تقدر 33 نقطة متبقين للنادي الأهلي إنش عايزين ضيع منهم النقطة وتنتظر تعصر نادي الزمالك وده وارد ليه؟ يعني الزمالك ماشي بشكل كويس لكن لسه عنده فيوتشر عنده بيراميز عنده سموحة عنده فرق تقيل عنده الجونة في الجونة والجونة بينفس على البقاء عنده فرق تقيل مش سهل الزمالك واقف على رجله بس مباراة قوية فوارد إنه يفقد نقاط الأهم إن نكسبك من الزمالك خالص دلوقتي وتركز في مطراتك المتبقية فالفرص في بطولة الدوري قائمة ما بقتش قوية بس لسه موجودة ولازم تلعب للنهاية على البطولة وهو ده النادي الأهل هل؟ طولة كاس مصر في إيدك يوم الخميس تنسي الجمهور ده وتخلينا نقول عكس الكلام اللي قلنا النهاردة خالص تكسب الخميس هتلاقي كلام تاني خالص وروح مع نوية تانية خالص وإشادات إيه؟ فكاس مصر في إيدك البطولة التانية كمان في إيدك تقدر فالفرص قائمة بس حتى لو بإذن الله واحد أحد يا رب ربنا يكتب لنا إن إحنا ناخد التالي البطولات لازم إن إحنا نشوف أخطاءنا اللي حصلت معنا على مدار الموسم اللي فات منصحح حيل؟ أو الموسم ده يعني تحديدا طيب المباريات المتبقية للأهل والزمالك وبيراميدز سولاسي المقدمة واللي المنافسة ما بينهم محتدمة نبتدي بالأهل الأهل عنده 11 مطش متبقي الجونة يوم 24 ده اللي بعد مطش الزمالك المقصة يوم 27 الشهر الجاري بعكية فاركو في 2 أغسطس الاتحاد في 6 المصري في 10 أغسطس ويسترن كومبني في 20 أغسطس بعكية MB23 أو 24 أغسطس لسا مطش متحددش بشكل نهائي طلعي على الجهز 26 أو 27 واسراميكا آخر مباراة للأهل في بطوط الدور يوم 29 أو 30 أغسطس بخلاف المطشين المؤجلين اللي هما ما بين مين الأهل والمقاولين والأهل مع اسماعيل المطشات كلها صعبة الزمالك عنده مطشات صعبة وأنت كمان عندك مطشات صعبة فدي مطشات الأهل تعالى مباراة الزمالك الزمالك عنده مين عنده سموحة يوم 24 مطش صعب عنده فيوترين 28 مطش صعب عنده Pyramids المنافس على البطولة يوم 1 أغسطس ده مطش صعب جدا عنده الجونة في الجونة يوم 5 أغسطس عنده مصر مقصة مطش سهل إلى حد ما يوم 8 أغسطس فرقه يوم 19 الاتحاد 23 أو 24 أغسطس المصر 26 أو 27 أغسطس وإسترن عندهم 29 أو 30 أغسطس دي مطشط الزمالك 9 مباريات متبقية الزمالك في بطولة الدول تعال عند البيراميدز اللي بقى في المنافسة بشكل قوي عنده الإسماعيلي يوم 24 يوليو الجاري البنك الأهلي 27 يوليو الزمالك 1 أغسطس المقاولين 6 أغسطس غزل المحلة يوم 9 سموحة يوم 19 يوم 23 سيراميكا يوم 26 الجونة يوم 29 أنا بتوقع مجرد توقع يعني أن البيراميدز حيفقد نقاطه حيفقد نقاطه لأنه في مباريات سهلة بيخسروها ونقاط سهلة بيفقدوها يعني لكن وارد جدا الأهلي يفقد وارد جدا الزمالك يفقد برضو لأنه المطشط كلها صعبة جدا يعني لكن اللي نفسه أطول في الطورة الدوري السنادي أو كل سنة أو على منظر التاريخ هو الأهلي والزمالك والأهلي تحديد لكن السنادي المنافسة قوية جدا ما بين السلسي نتمنى رب كل التوفيق للنادي الأهلي خلينا روحل